أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا وزينا بطعم البيوت والشعر تاج على رأس المرأة وطبعا كل الستات فاهمين يعني ايه الشعر مهم بالنسبة لهم يعني فعلا هو ده حاجة بتوبرس جمالهم للأسف مع تطور بقى سواء كان التلوث في الجو سواء كان المية السبغات الكتير العميل الشعر بالوسائل المختلفة كل ده بيأثر على شعر تأثير كبير كده نهاردة هنديلك بعض الوصفات الطبيعية اللي من خلالها تقدري ان انت تحفزي على شعرك معينا ومع حضراتكم أستاذة سارة السباعي خبيرة الشعر والعناية بالبشرة ورحب بحضرتك وأهلا بحضرتك شكرا لك سارة بوسيا خلينا انا مش حقود بسألك بقى السبب لانه واضح ان السبب أسباب كتير نعالج ازاي على طول نبدأ بالتساقط الشعر كتير بقى من البنات وبذلك بقى بنات كانوا في سن المراهقة وكده شعرهم بيقع بشكل كبير كده بالضبط كده دائما سن المراهقة التغذية تبدأ تقل من الجسم في ده غيرات كتير في الجسم بتحصل العناية كمان بتقل مع الدروس مدرسة كده كمان الحجاب برضو بيؤثر في كده أهم حاجة برضو من ده كله التغذية طالما التغذية مش سليمة ده بينعكس زيادة في التساقط الشعر في الهيشان في التأصف في بهدان الشعر لازم برضو أن نتأكد من مخزون الحديد مش الهيموجلوبين أو تحليل الأنميا فيه حاجة اسمها مخزون الحديد ده تحليل بيتعامل اسم مخزون الحديد ده اللي بيعرفك نسبة الحديد في الشعر فهو المسؤول عن الشعر والبشرة آه تمام يعني يعني يفهمل تحليل مخزون الحديد مخزون الحديد ولو تلعت النسبة قليلا معنا كده ندقى عشان كده الشعر بقى متأثر بالضبط كده بتاخد بقى فيتامينات مخصصة للشعر آه تماما مش للجسمة عمتاني أوكي تمام التسقط بقى السبغات الكيميكالز البروتين أنواع الشامبوهات الفاس الفات آه كل الحاجات ده بتأثر بالسلبة على تسقط الشعر والشعر عمت طب خلينا نقول لهم طب يستخدموا شامبوهات ايه يعني ايه الحاجة لما تبقى مش طبعا مش نوع الشامبوهات لا لا شامبوهات بالزيوت الطبيعية تكون خالية من السلفات بتبقى أمنة جدا للشعر طيب وفي بقى البروتين والكرياتين وكل ده ضمار حتى لو زيروا فورمالين بصي يوا كله كله ضمار للشعر آه كله كله ضمار للشعر طب اللي عمل الكلام ده مينفع إعاجة البناء تاني بصي اللي بيعمل حاجات دي أكيد شعرهم يعني بتبهدل بفضلوا سنين بعد كده يصلحوا فيه بقى هي المادة عبارة عن مادة فيها فورمالين المادة بتحنت الشعرايا لمدة سنة فعلا يا مادة أصلا بتحفظ الجسس أو كده يعني بروتين ده بيبقى فيه المادة دي بتحفظ الشعرايا بتحنتها بشكل كويس بلمع مفروض ما بتتحركش لا تروح يمين ولا تروحش مائل وبعد ما تخلص بقى السنة يبدأ بقى أولا الشعر مش بيوصل ليه اكسوجين مش بيوصل ليه غزة مش بيوصل ليه زيوت ولا أي حاجة الشعرايا بتتهلك بتتلف بتهيشان تقص وتتقطم خلاص ما فيش فيها روح الشعرايا ما فيش فيها روح فيه أمل في إعادة الكلام؟ فيه أمل بقى انت تلحقي خلاص انت عملت انجربت التجربة دي ما تتعادش تيم ده أولا ثانيا ماسكات بقى عملي ماسكات ترتيب للشعر ترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب حمام زيت مرتين في الإسبوع ترتيب فيه ماسكات كتير للشعر فيه ماسكة حلوة قوي بعمله حلوة جدا عبارة عن موزة بس تكون موزة مش نشفة تكون مستوية شوية مع علاقتين عسل نحل ومغل كاركادي الوصفة دي حلوة جدا بس ده ما يغيرش لون الشعر عشان الكاركادي الوصفة دي كمان حلوة جدا لشب الشعر يعني بيتحافظ على الشعر ان هو ما يشبش كمان بس يبقى كترتيب كغزاء كفرد للشعر طبيعي حلو جدا تتعامل ثلاث مرات في الشهر حلوة جدا بس اهم حاجة موزة مستوية يعني ما تكونش مستوية قوي يعني تكون كويسة مش طرية مع علاقتين عسل نحل مغل الكاركادي يتضربوا كلهم في الخلاط يتصفوا كويس جدا في مصفة ضيئة جدا اهم حاجة تتصفى كويس بس تحط على شعر ونص ساعة وبعدين يضغسل بعد كده تفريد تلف شعرك طيب الوصفة دي خطيرة في علاقة طيب اللي بتحطي على فروة الشعر ولا على الشعر روية نفسها على الشعر كله اه يعني الفروة والشعر كله اه طب تعمل ثلاث مرات دي بقى هتعيد بناء الشعر ده عشان التلف في الشعر بتساعد على كده بتساعد على ان التلف اللي في الشعر دي الواحدة واحدة تمام طيب اللي احنا قلنا التساقط ده اممكن يتعامل ايه عشان ميبقى شوهه تساقط غيره طبعا الغزة الجزاء وكل الكلام ده الاشراء لو فيه اسراء خطي بيالك الاشراء معامل اساسي لتساقط الشعر الاشراء نوع من انواع البكتيريا بتسد مسامل شعر هي بتتكون ليه البكتيريا بسبب ان مثلا خدتي شاور لفتي شعر الكحكة بستي طرحة على طول شعرك مبلول بتعمل بكتيريا بتبقى بكتيريا منقولة عن طريق حد تاني اهم حاجة طالما الشعر مبلول لازم يتنشف قبل ما تخرجي قبل ما تلبسي حجاب قبل ما تلف شعرك كحكة او اي حاجة طيب القشرة ليها عليك اكيد طبعا انا الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن وصفة جبارة جات لي لها تعليقات حلوة جدا بجد انظهروا بيها عبارة عن معلقة من زيت جسد الهند توصري عليها نص لامونة ودلكي فروط الشعر كويس جدا هتسيبها عشرين دقيقة وتخسليه بتضيع القشرة تماما بجد حقيقي انا مبسوضة جالي تعليقات للوصفة دي من الناس بتقول القشرة راحة نهاية انا مبسوضة جدا بفي ناس كمان الخل الخل برضو كويس جدا الخل والمية يعني اخر شطفة في الشعر خلو مية وتحط على وتشطف الشعر يبيه ولكن وصفة الخل بتتنشف الشعر فاحنا شعايزين كده زيت جوز الهند هو زيت جوز الهند اصلا ضد البكتيريا اللمون مطهر للفروة تماما فالتنين مع بعض هيطلع لو فيه قشرة اللي هي السميكة اللي بتبقى مسكة في فروة الشعر عنيدة بقى مش عايزة تروح بتطلعها على طول فيه طبعا نتيجة السبغات ونتيجة العمال الشعر عند الكفر على طول الشعر بينشف وبيبقى يعني ما بيبقى يعني فيه ناس بتبقى شعرها من الاساس كده وفيه ناس بتبقى شعرها ناعم وبيبقاش ناعم بعد كده ترتيب الشعرية بيروح من من كسرة استخدام المكوى من كسرة استخدام الاستشوار ترتيب نفسه بيروح بنعمل ايه عشان خطر ان احنا نقلل من الموضوع ده نقلل طبعا من استشوار نقلل من المكوى نرطب بزيت جوست الهند على الاطراف زيت اللوز مناسب زيت اللوز الحلو مكس الأرجين والججوبة دي الزيوت الخفيفة على الشعر الشعر بيمتصها بسهولة فتبقى حلوة جبدا للشعر هي الزيوت تتحط على الشعر ولا على الفروة برضو على اطراف الشعر وعلى الفروة يعني الزيوت دي امنك يعني مش اللي هي تقيلة بقى ان هي تعمل اشراء او تضر فروة الشعر طب في حاجة تانية لنمو الشعر يعني في يمكن شعرها خفيف قوي في آآ زيت الروز ميري آآ زيت الروز ميري آآ قولينا بقى الوسطات الجميلة اللي قدامنا زيان براعنا هنقولك وصفة دلوقتي جميلة جدا بس زيت الروز ميري ده وحش زيوي آآ ليه بقى لان الزيت ده المسؤول عن آآ آآ انبات الشعر بالزيت الناس اللي دخل على صلع بقى ثلاثة تادي للمونوكسيديل زيت الروز ميري خاطير 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 انبات الشعر تكسيف الشعر تطويل الشعر الزيت جبار فعلا وده الزيت الروز ميري الغصدي طريقة الاستعمال ازاي طريقة الاستخدام بيبقى حمام زيت مرتين في الاسبوع بتحط مرتين في الاسبوع تداليك فروة الشعر كويس جدا بالزيت الروز ميري اآ في بروكاب تمام مفيش بروكاب نقدر نستخده عنه ببني لمدت ساعتين وبعدين نخسل شعرنا اوكي يعني تحط ساعتين ونخسل فبالسؤال بقى هل هل نجيب الزيت الروز مالي نفسه ولا في ناس بقى تجيب الحاجة العجبة نفسها وتبدأ تعمل لها في البيت حاجة ما فيش اي مشكلة بس هو الزيت اصلا خام الزيت طالما هو من مكان موصوب فيه وخام فما فيش في اي مشكلة لانه هو الخلاصة بتاعة الروز مالي تمام عمتا طيب قولنا اي تاني بقى المسكات اللي معاك معانا وصفة حلوة جدا لتكسيف الشعر انبات الشعر تطويل الشعر بيطر الشعر حلوة جدا الوصفة دي عبارة عن اي انا ممكن اعيز عاملها بس ما فيش تربيزة فممكن اتهد النفس يعبارة عن زيت اللفندر تمام زيت النعناع عشان القشرة برضو لو فيه قشرة هيعالج القشرة زيت الروزميري زيت المكس الارجان والجيجوبة زيت شجرة الشاي خمس انواع زيوت زيت شاكرة الشاي مكس ارجان وجيجوبة روزميري لافندر نعناع وكل ده بايتحطه مع بعض كل ده تركيبة تدرك كويس بتعمل حمام زيت مرتين في الاسبوع جبارة تكسيف انبات تطويل بيطر الشعر لو فيه قشرة عشان خطر زيت النعناع كمان اصلا بيعالج القشرة وبينشط الدورة الدموية فروة الشعر كويس جدا تمام الصغيرين بقى لها حاجات شوية رجية لالبشرة دي صبونا دي صبونا دي صبونا جميلة جدا دي صبونا بالجريس يعني الصبونا دي بديل للشامبوهات بقى الصبونا دي كلها طبعية دي خاصل بيالشعر او بص جميلة اصلا كمساج كمان للشعر عشان يجري الدورة الدموية فى الشعر كلو جدا تمام الصبونا دي عبارة عن جليسرين وزيوت طبعية فيها اربعة شعر نوع زيت جميلة فخطيرة يعني ترتيب تغذية للشعر مش هتنشف الشعر خطيرة جدا طب والجليسرين مع الشعر ينفع او ايدي جيد للجلد للجلد للبشرة وللشعر كمان حلو جدا جدا تمام طيب يعني الشامبوهات والكريم البلسم وحممات الكريم والحاجات دي كلها بتأثر على الشعر تأثير سلبي لو هي فيها لو هي فيها سلفات هتأثر طبعا على الشعر انها ممكن الشعر يقع هتبتنشف الشعر جدا بتضر الشعر انها انها بتقصف انها بيهيش لانها بتسحى بالترتيب من الشعر فاذا انها بتقصف ايضا 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 ايض حلوة جدا لنبيات الشعر خاصة بالاطفال يعني انا عن تجربة شخصية انا ما شاء الله ولادي مربيه شعرهم علي ما بيينشفش الشعر كان حد بيقولك انا نوع بنشف الشعر الشعر في ناس شعرها نوع دهني بنشف مش بيستقبل زيوت اصلا اه تمام لكن مع الناس التانية هي شعرها اصلا جاف ده خطير يعني الشعر الجاف ينفع زيت جزل هنا او للشعر الدهني ما ينفعش طب الشعر الدهني بقى البديل شعر الدهني بديل لي بيبقى كريمات خفيفة للشعر حاجات خفيفة وفي ناس وناس بردو يعني هو على حسب طبيعة الشعر ممكن حاجة تنفع معيك ممكن حاجة ما تنفعش مع حد تانى فعلى حسب طبيعة شعرك انت هو بيستقبل ايه تمام او بتديله ايه تمام طب فيه حاجات معينة بتحافظ على سبغة الشعر ما تخليه الشعر يبقى بثان يبان بيلمع كده وهلسي على طول الهلس يبان هلسي زيت اللوز الحلو بيدي لمع للشعر بيضر الشعر بيخلين ثيابه وحلو جدا كمان زيت الارجان وزيت الججوبة كمان من الحاجات الخفيفة على الشعر اللو هي بتدي لمع بتدي رطوبة وبيضر الشعر بيخلين ثيابه وحلو جدا جميل في حاجة في الشعر حانا اتكلمناش عليها كريم الترميم الطبيعي عملنا بديل بقى بديل البروتين ايه بقى بيت عامل ازاي الكريم ده بصي خلطة سحرية من اختراعي انا بس خلطة عبارة عن كولاجين كولاجين نباتي كولاجين حيواني في زيوت طبعية في زبتة شيا في عشاب في فيتامينات فهو تركيبة خلاصة كده بتخلي الشعب حتير عشان لو عايزين يعملوه يعني جيبوا الكلام ده ازاي عندك النخيع انسة الجمل النخيع اللي بيبقى جوه النخيع انسة الجمل ده بيبقى فيه بيتباع عند الجزور يعني ولا بيبقى فيه الهوبيع بيبقى ليه اماكن معينة بيبقى فيها زيوت بقى كتير روزميري نعنيع جرجير ججوبة ارجين كل ده زبتة شيا منقوع الاعشاب خلاصة الاعشاب ذات نفسها فيتامين ايه خطير للشعب يعني يقول ده يتعامل فاحجة وتعامل ماسك للشعب بتبقى لها تكنيك معين يعني زي طبخة كده عشان تطلع لنا يطلع لنا شكل الكريم ده طبعا بنحط عليه بقى رويح طبيعية برضو زي زيت الورد عشان قلت لسه اقول لك بقى انه فيها ده اكيد هيبقى عشان يطلع لنا بالشكل ده كده بس ده تقيل ده هو تقيل لكن بس بصي بفرد الشعر خطير جدا ريحته معقولة يعني هو مجرد ما بيتحطي عشر دقايق الريحة بتروح خلاص هي بقى بتغذي منه بقى يعني حبة كده على شعر النادي على شعر النادي قطعة كده صغيرة على الشعر وتلفي طقية اه ده بعد الغسيل اه بعد الغسيل على اطراف الشعر لا لا ما بيتغسلش تي بس مش طب وال يعني الحاجات اللي فيها دهون دي ما تقصرش؟ ما تقصرش بأي حاجة لانه هو مش يتحطي على فروط الشعر وبتحطي على الشعر بس فهو الناس بقى اللي شعرها مجعها ما يبتش حشرات في الشعر لا 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 اي حاجة هو اصلا فيه زيت نعناع يعني فيه حاجات برضو عشان خاطر حاجة قصت حاجة ما تضرش يعني فيه زيت نعناع فيه زيوت مطهرة لفروط الشعر حتى لو جعله فروط الشعر ما فيهش فيه اي مشكلة لكن هو كل غزة بيرمم الشعراية نفسها لو فيها تلف هيجان تأصف الشعراية باهتانة الشعراية مكسورة متقطمة ده بيعب بناءها من تاني طب سؤال بقى داني فيه ناس بقى بتعمل مسكات طبيعية في البيت تاني غير الزيوت والكلام ده يجيبوا زباد دي على عسل على مش عارفها حاجات على مايونيز على على تاني صح ولا غلط والله فيه فعلا مسكات كويسة جدا بتفيد الشعر بس طبعا تيوت افضل من مسكات دي اكيد طبعا بس فيه ناس بترتاح في موضوع المسكات برضو ما فيش فيه اي مشكلة ان احنا نعمله يعني موضوع المسكات ما فيش فيه بالعكس هو هيجلنا زيزة للشعر يعني العسل النحلي كويس للشعر البيت فيه بروتين عالي جدا والشعراية اصلا اساسها بروتين فالبيت كويس جدا للشعر فاشكرك جدا نورتينا ووصفات جميلة ان شاء الله يكون المشاهدين استفادوا معنا بي شكرا يا سهرة شكرا سلاميدي شكرا نطلع من حضراتكم الفاصل وبعدها نلتقي مع نيفين وعندها فقرات مهمة جدا وان شاء الله قابلكم في اخرى الحلقة